بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فرقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين لأنها لكم وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيخون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردخين وما جعله الله إلا بشرى ولططمئن به قلوبكم وما النصر إلا بالعند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سأمقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فضوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليه يومئذ دبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ أرميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحتلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقلوا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم بنصره ورزقهم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أنبالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر معظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل معظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقجدوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تطلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقل لا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرطر علينا حجارة من السماء أضجنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاةهم عند البيج إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الضيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم مخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويبون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنبتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتابى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ آمنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منارك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعنكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى أقل في أتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أولئذينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالطلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بظنوبهم إن الله قضي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يقب غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا باب أنفسهم وأن الله سميع عليم أدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلبناهم بظنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهد منهم ثم ينقدون عهدهم في كل مرة وهم لا يتمون فإما تقفنهم في الحرب فشربهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تقفن من قوم خيانة فانبر إليهم على سواء إن الله لا أحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير تلهبون به عدو الله عدو الله وعدو الآخرين من جوبهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا أظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالنبين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرق المؤمنين على التتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلدوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلقوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يخبرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن نخيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرات يغلقوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلقوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون لهم أسرى حتى يغفن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما ظننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى وإن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِنْ مَا أُخِظَ مِنْكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين أمروا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استغروا صروفهم في الدين فعلكم النصر إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا كفعنه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورسل كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضها الأولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم